المفوضية الأوروبية ستدفع 127 مليون يورو في صورة مصاعدات لتونس في إطار اتفاق معها يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية فلنتعرف على تفاصيل هذا الاتفاق بموجب التفاهم ستقدم المفوضية الأوروبية للسلطات التونسية مساعدة مالية بقيمة 60 مليون يورو بالإضافة إلى حزمة مساعدات في مجال الهجرة وتقدر بحوالي 67 مليون يورو سيتم صرفها خلال الأيام المقبلة ويندرج هذا الدعم في إطار الشركة الاستراتيجية التي وقعتها تونس مع بريكسيل خلال شهر يوليو الماضي لمواجهة الهجرة غير النظامية والهدف منه التعزيز قدرات السلطات التونسية على مكافحة مهرب البشر وتشديد الرقابة على الحدود بالإضافة إلى مساعدة البلد الإفريقي في مواجهة الصعوبات الاقتصادية الكبرى وتوفير فرص العمل ومن ثم الحد من توافض المهاجرين إلى الضفة الأوروبية منذ بداية العام الحالي وصل نحو 126 ألف مهاجر في قوارب إلى إيطاليا أي ما يقرب حوالي ضعف العدد المسجل في الفترة نفسها من العام 2022 الذي بلغ 64 ألفا وفقا لبيانات وزارة الداخلية الإيطالية وعلى رغم من الإجراءات التي ينص عليها الاتفاق ترى بعض الجهات أن نتائجه غير مرضية بما فيه الكفاية فقد وصل خلال شهر سبتمبر فقط أكثر من 5000 مهاجر من تونس إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية دعونا نتوسع في هذا الشأن مع ضيفنا من تونس الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور خالد عبيد دكتور خالد أهلا بيتمعنا في غرفة الأخبار هذه الاتفاقية فعليا بدأت يتم تفعيلها ولكن في الكثير من الشكوك والانتقادات التي تحوم حولها حول فعاليتها لأن عدد المهاجرين تزايد خلال الفترة الماضية لأنه تخوفا من تشديد الضوابط على الحدود التونسية تحياتي هو في الواقع مذكر التفاهم ولم نصل بعد إلى مرحلة الاتفاقية وهذا يعني أنه بالتأكيد ربما ستكون في قادم الأسبوع والأشهر إذا ما استمر نوع من الوفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس سنشد التوقيع على عدة اتفاقيات تفصيلية توضح ما هي ما تضمنته هذه مذكرة التفاهم فمذكرة التفاهم عبارة على خطوط عريضة لنوع من الاتفاق المستقبلي في بعض الأمور الهامة سواء اقتصادية أو غير ذلك والأهم من كل ذلك وقد توضح اليوم المسألة المتعلقة بالهجرة غير النظامية لأنه توضح من خلال هذا التوقيع لمذكرة التفاهم على أساس أن أوروبا تريد بطريقة أو بأخرى أن تكون تونس حارس حدود لأوروبا ولهذا السبب عندما لحظنا في الأيام الأخيرة توافت حوالي عشرة آلاف مهاجر غير نظامي إلى جزيرة لنبادوسا الإيطالية والجدل الكبير الذي حدث والسخط الكبير الذي حدث سواء في إيطاليا أو في مناطق أخرى أوروبية فكان مرده هو ما صرحت به أيضا حتى رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني عندما ذكرت وحملت هي بطريقة أو بأخرى مسؤولية ما يحدث على أساس أن اتفاقها مع تونس لم يجد نفعا في منع هذه الظاهرة من أن تتزايد وتتفاقم فصرحت في تصريح ذهبطة في مواقع التواصل الاجتماعي ونزل وذكرت بأن مذكرة التفاهم وما اتفاقنا فيه مع تونس لم يقع تجسيم على أرض الواقع ولم تتحصل تونس ولو علام ليمن واحدة من الاتحاد الأوروبي ومن هنا نفهم لماذا الاتحاد الأوروبي سارع اليوم كي يعلن بأن حزمة المساعدات والمنح والهبات التي وعد بها تونس هي في طريقها للتجسيم فعلا لكن تبقى دائما هذه الحزم وهذه المساعدات وهذه الهبات يفهم منها بطريقة أو بأخرى على أساس نحن نساعدكم شرطا أن تكونوا أنتم حرّس حدودنا وهذا المعطى بالذات غير مقبول في تونس بالفعل هي نقطة لافتة وسمانة الكثير من الردود الفعل حولها في الوسط التونسي ولكن أود أن أسألك هل هي حتى كافية اليوم أن نقدم الأموال مقابل أن تقوم السلطات التونسية بهذه الجهود على الحدود من دون التطرق أو على الأقل التوجه لحل لب هذه المشكلة وأساس هذه المشكلة هو أولا في تونس هناك مزاج عام يرفض أن تكون تونس شرطي حدود أوروبا وشرطي البحر أبث متوسط هذا أولا ثانيا حتى هذه المساعدات والبعض منها هيبات هي تعتبر الفتات الذي لا يسمن ولا يغني من جوا ولهذا السبب حتى عندما تقع تقديم مثل هذه المساعدات فإنها لن تنزل نزولا حسنا لدى التونسيين لأنهم يرونها الفتات مقابل أن تكون تونس شرطي الحدود هذا أولا ثانيا وهو الأهم المشكلة لا تكمل في أن تكون تونس شرطيا للحدود أو لا تكون وفي هذه المساعدات أو غيره لأن المشكلة هي أعمق من ذلك بكثير لأن المشكلة تتعلق بضرورة البحث عن حلول جذرية حتى يقع إنهاء هذه الظاهرة ولا يمكن إنهاء هذه الظاهرة إلا عندما نذهب إلى دول المنشأ التي تنطلق منها هذه الهجرات الغير نظامية وتحديدا بلدان إفريقية جنوب الصحراء والسحل الإفريقي بما أنا دكتور ذكرت هذه المشكلة اليوم السلطات التونسية تحركت وقامت بتفكيك عدد من الخلايا كيف تتعامل مع الأشخاص اللاجئين أو الذين يريدون الذهاب إلى أوروبا هل تتحمل عبئهم أم تعيدهم إلى بلدانهم الأصلية؟ هو في الواقع سلطات التونسية تحركت منذ مدة لكن يجب التفريق بين صنفين من المهاجرين أو ممن يأتون إلى تونس هناك صنف من المهاجرين غير النظاميين والذين يبحثون عن الجنة الموعودة في أوروبا وهؤلاء تم الاتفاق وفق مذكرة التفاهم على الأساس البحث عن سياغ بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة وإعطاء التمويلات اللازمة للمنظمة الدولية للهجرة كي يقع إرجاع هؤلاء إلى مواطنهم الأصلية وهناك صنف آخر ممن يأتون إلى تونس وهم من اللاجئين الذين يهربون إما من حروب داخل بلدانهم أو هم مضطهدين نتيجة العرق أو الدين أو شيء آخر هؤلاء يقال تعامل معهم بطريقة أخرى فالتثبت من إمكانيتها لأنهم فعلا يمكن اعتبارهم وتصنيفهم لاجئين أم لا وفي هذه الحالة بإمكانهم أن يعبوا أن يطلبوا اللجوء إن شاءنا السياسي أو اللجوء إلى أوروبا وهذا يمكن القيام بهم من خلال مفوضة العامة للاجئين يعني وخاصة هنا أعني الحالة السودانية ففي تونس هناك الكثير من السودانيين الذين هربوا من جحيم الحروق الحرب الموجودة حاليا في السودان وهؤلاء هم يقع اعتبارهم على أساسهم من اللاجئين لكن المسألة اعتقادي أن تتجاوز تونس يجب أن يكون هناك تنسيق بين مختلف بلدان جنوب البحر أبيض المتوسط مدام هناك نوعا من التنسيق لدى الدول الأوروبية أو دول شمال البحر أبيض المتوسط لأن تونس بمفردها لا يمكن أن تواجه كل هذه الضغوطات الأوروبية حتى تكون تونس هي شرطية الحدود أشكرك دكتور عذرني المقت انتهى دكتور خالد عبيد الأكاديمي والبحث السياسي شكرا على هذه المداخلة من تونس